اشتركوا في القناة listen to بعنوان a combined force to motion a combined force to motion يعني القوة المصحبة للحركة ايه ده الحاجة دي قالك بيا سيدي تعالى علشان اقولك عندي a combined force to motion ايه تتقسم لحقتين عندي forces originate due to motion يعني قوة نتجة او تظهر بسبب حركة او قوة تسبب حركة يبقى انا عندي قوة ينتج عنها حركة والنوع التاني force cause motion يعني ايه القوة تظهر بسبب الحركة بسبب وجود الحركة تمام حلوة يقول عندي بقى يعني القوة اللي نتجت من وجود الحركة زي من الفورس اوف انرشيا والفراكشن فورس بالنسبة للفورس هي الفورس وكلهم هناخدهم step by step واحدة واحدة دلوش تمام عندنا الفورس اوف انرشيا يعني ايه فورس اوف انرشيا قالك فورس اوف انرشيا دي يعني ايه انا حديك اكزامبلز وانت يا سيدي هتحكم وهتقول لي او فعلا عندك حق وانت راكب العربية ولا السواء درجن درجن ماشي بالعربية ايه اللي هيحصل هتلاقي العربية فجأة تروح وقفة انت هيحصل ايه هتروح مهبوط في الدرجسيون قدامك صح ولا لا او هتروح مهبوط في الطابلول قدامك او هتطلع تنط على قدام صح هتقول لي اوه بصراحة عندك حق طب ليه قالك الوقوف الفجأة ده ده بسبب ايه ان العربية وقفت فجأة يا عربية مثلا حصل لها ايه وزارفة فوقفت فجأة طيب هو انت لين دفعت القدام هقول لك الدليل انك بتتحرك ان انت لما العربية قررت ان تقف فجأة انت قررت تعترض على الحاجة دي وكملت في حركتك فروح تيه مندفع لقدام عشان بتحاول تكمل في الحركة برقت كده لئيه ركز معايا ما تستعجلش واحدة واحدة بيقول لك طب حاجة تانية وإحنا ركبين العربية لسه بان ايه عايزين بقى اين دور العربية ومسلا اللي قدامي ده ما استعجل ومسخنش العربية فالعربية اول ما جات حركة هتنطى من مكانها على طول هتلاحظ نفسك ايه اللي حصل هتلاحظ نفسك انت لو قاعد كده هتلاقي نفسك رجعت الورا طب رجعت الورا ليه عشان انت برضو بتحاول انك تحافظ على وضع السكون بتاعك العربية كانت ثابتة وانت جواها كنت ثابت فلما جات اتحرجت فجأة انت قررت تحافظ على سكونك وترجع لورا تاني عشان كده حتى يقول لك ايه وانت بتسوق لازم تكون لابس ايه حزام الامان ليه عشان تحافظ على نفسك انت لما بتيجي توقف فجأة اللي هو stop suddenly فجأة بتلاقي ايه انت دفعت لقدام بتخبط في ديركسيون طب ايه سبب حركتك لقدام دي بسبب ان انت العربية وهي بتتحرك انت بتتحرك معاها بنفس سراعتها فلما بتقرر العربية انها توقف فجأة انت ما بتستوعبش الموضوع ده فبتقرر انك تكمل وتقاوم التغيير المفاجئ ده وانك تكمل في حركتك فبتندفع له قدام لما يجي ولد يغلص في المدرسة ويقرر انه يكعبلك علشان مثلا انت شاطر ولا انت عشان بتغلس عليه ولا انت برضو ايه تتشقق معاك ايه اللي هيحصل هتلاقي نفسك نطيت رب على وشك ايه على ارض طب ليه مرجعتش لورا ما انت مثلا لو فكرت وقلت لي مثلا بسبب الجرافتي طب يا سيدي الجرافتي برضو في كل اتجاه يعني هي بس على وشك لا طبعا ان هي محبيتش وشك فشددك لوشك لا هي الفكرة في ايه فكرة ان انت مفروض جسمك بيتحرك انت حرك بسرعة فلما الولد ده جيه قرر ان هو يوقفك فجأة انت اعترضت جسمك اعترض قال لا انا من حظ المحافظ على ايه حركتي فطبعا انت اخدتها على وشك على طول ويحتمت زحلة على وشك حصل ولا لا حصل كتير معنا كلنا صح ايوا بالزبط يبقى بيقولك بقى ايه عندي الانرشيا يعني ايه انرشيا قالك الانرشيا دي هي مقاومة التغيير هي resistance the change resistance the change شو كلمة resistance the change تعرف ان انا بتكلم عن الانرشيا يعني ايه يعني الانرشيا دي دايما بتعترض دايما مش عاجبها حالها دايما اول لما تيجي تعمل اي حاجة فجأة تقولك لأ انا هفضل محافظة على الوضع بتاعي القديم resist the change تقاوم التغيير تقاوم التغيير resist the change ما بتحبش تغير يعني ايه مثلا ابو ما ييجي يقول لأ مثلا بيتحرك ييجي وقف فجأة تقول له طب والله العظيم لا مكملة حركة تقول تقريف دول مكملة اي حركة طبعا انت بتاخدها في وشك يعني هي ما بتخسرش حاجة انت لبتخسر صح ولا لا تمام يعني ايه يعني لما انت بقى ماشي انت في مصار خط مستقيم كده وتيجي قوة خارجية تأثر عليك او طبعا زي مثلا عربية تعمل بريكس بقيتها فجأة لمجرد مثلا ان في ولد طفل صغير مثلا هيعد من قدامها او فيه عربية نقل جا عطا عطا العيطة الطريق بالعكس فانت لازم توقف عشان انت حتموت لو انت ما كملت ماشي صح ولا لا هي نفس الفكرة دي يعني ايه دايما الحاجة بتبقى صدني لكن انت لو وقفت بالراحة مش هتدلق طبعا وشك صح ولا لا او لو انت وقفت بالعربية بالراحة مش هتتخبط ايه في الدركزيون او مش هتحتاج الاحزام الامان اصلا صح ولا لا ليه العربية من بطاية سرعتها تدريجيا فانت استوعبت الحركة دي لكن فجأة دي انت مش بتستوعبها وبترفضها يعني عايزين نعرف الانرشيا ازاي بتقصر عندنا في حياتنا اليومية تعالى نشوف يعني بيقولك ان الركاب والسواء حيندفعوا لقدام اول لما العربية كانت بتحرك تقف فجأة ايه اللي حصل ايه المشكلة يعني قالك السبب due to in Russia for the passenger and driver it makes them resist the sudden stopping يعني ايه يعني خلتهم يقوموا التغيير المفاجئ اللي هو الوقوف المفاجئ ده resist the change resist the sudden stopping of bus to maintain the state of motion so they rush forward تمام يبقى بيقول ايه هيخلي البوس ده يفضل محافظة على حالته اللي هي حالة الحركة دي وانه هو يندفع ايه له قدام تمام يبقى بيقول due to in Russia for the passenger and driver it makes them resist the sudden stopping of bus to maintain the state of motion so they rush forward الانرشيا دي حتتساعد اجسام اللي هما المركاب والسواق على ان هما يفضلوا مقاومين ايه التغيير اللي هيحصل مقاومين الوقوف المفاجئ فحيبضلوا مكملين في الحركة فحيندفعوا قدام rush forward rush forward تمام حلو اوي اجسامبل تاني عندي بيقول لي the passenger and the driver in a static bus يعني ايه static bus يعني فيه بس ثابت مش بتحرك and he rushed back when the bus starts moving forward after it was at rest يعني بيقول passengers و driver رجبين في عربية ثابت وفجأة العربية دي اتحركت بسرعة قدام هنلاحظ ان الركاب والسواق اندفعوا الورا ليه اندفعوا الورا قال لك due to برضو inrush ال inrush دي مش هوران ولا ايه لك due to inrush for the passengers and the driver it makes them resist the sudden motion of the bus to maintain the state of the rest so they rush back يعني ايه يعني بيقول ان دايما بتحاول تعمل مقاومة وتحافظ maintain the state of rest so they rush back يعني بتحاول بتحافظ على وضع السكون بتاعه انه هو يرجع الورا ايه بحركتها ايه انه تحرقوا الورا example number 3 اللي احنا الناس سألينه انه برضو قلق a football player rushed forward and falls on the ground if he is trapped during running يعني هو لو تكابل هو بيجري هتلاقي هو نطع على ايه نطع motion so he will be forced forward and fall down يعني بيقول ان انا هرحظه ان الارنرشي هتعمل شغلها معاه وحتخليه يفضل محافظة على حركته ويقاوم الوقوف المفاجئ ويحافظ على حالة الحركة بتاعته فهيفضل مكمل لو حد لم يلبس وشه على الارض تمام هي لان الارنرشي مش هتسبنا غير لما تجيب اجنة صح ولا حالوار تمام يقول لي ايه بقى using the safety built in cars and planes with work to stop the forces of انرشيا احنا لازم نشوف لدى حد يقفل انرشيا دي مش هينفع كده بصراحة ايه يعني هم احنا صغيرين ولا ايه لكن انرشيا دي هنساتر عليها واشنجبوها العربي ازاي هنلبس الست يبقى الناس اللي بتهروا من لبس الست لا البسوه عشان اندى كده ايه بيحميكوا من ايه من انرشيا هتقول لي طبعا انا ايه اللي وقفني فجأة او اني اللي حليني هتحرك فجأة كل الحاجات دي بتحصل فجأة انت مش بتقف مرتب بسبب ايه يقول لك بيحمي الركاب من ان هما يجرحوا او ان هما يصدموا اثناء لما يحصل ايه لما يحصل تغيير في الحركة تمام عظيم يقول لك بقى ايه اكتفتي تو شو ذات اوبجيكس رزيست تشينج اوف رست ست يعني ايه يعني عايزين نشوف الاكزامبل اللي عندنا ده او الاكسبرومنت اللي قدامنا دي وهي بتوضح لنا اكتر تاني ان فعلا الكل حاجة بتبدأ تقاوم الحركة قالك يا سيديا هنجيب كوباية وهنحط فوقيها ورقة وعليها الكون العملة وهبدأ بسرعة الجبار ايه الورقة بسرعة هلاحظ ايه هلاحظ ان الكون دي وقعت في الكوباية طب ليه الكوين ما تحركتش بسرعة مع الورقة قالك ان الكوين العملة دي ما لحقتش تستوعب قومة التغيير اللي حصل هي استاتيك وانت بتعمل موشن فجأة فهي بتقاوم الحركة وبتحافز على السكون ففضلت سابتة عشان كده وقعت في الكوباية لكن لو كانت تتحركت بسرعة مع الورقة كانت زمانها مشيت مع الورقة اللي انت حركتها بسرعة صح ولا لا يبقى ده كده بيقولك الابزورفيشن بتاعك طب ليه قالك الكون بتاعتي تمام حلو كده احنا نعتبر خلصنا اوت جزء في الفورس كوز موشن بالنسبة بقى هنا عندي النومبر 2 هي الفراكشن فورس لقوة الاحتكاك خدتوا اخدتوا على فكرة في جونيور 5 قبل كده في المنهج القديم تعالوا بقى نشوف رول زي ار رزيستان فورس او جنيت بتوين زي اوبجيك ان موشن ان زا ميديم تاتشينج ات يعني بيقول ان فيش السطحين هيكونوا ملامسين لبعض هيتولد ما بينهم قوة احتكاك ويقولك كمان ان الفراكشن ده مش الشرط يكون بين عجلة العربية والطريق والحاجات دي كده بس قالك لا يعني ممكن يكون بين الشخص ده وبين الهوى ازاي هقولك واحنا موجودين مثلا هنا كده تبدأ تتحرارك وتطلع على البحر تلاقي ان الهوى يكون قوي قوي وتلاقي الرياح قوية جدا فتلاقي ان الهوى عمالي زؤك بقوة كبيرة جدا لدرجة ان انت تحس انه يزؤك الورا وان بتقوم والهو ايه امشي اوع بقى خلينا عدي صح ولا لأ صح شوية طب بسبب ايه بسبب انك انت كنت بتقوم حركة المية انت حركتك بتعمل انك بتعمل كده وحركة المية بتكون حركتها ايه الفراكشن ما بينك وما بينك بيكون الطريقة العكسية فبيحصل ايه الفراكشن فورس ده بيخلي فيه مقاومة فيه ايه مقاومة انت بتقوم حد لكن انت لو ماشي كده في خلاص يا سيد مفيش فراكشن لكن الفراكشن ده موجود طول ما فيه اير او فيه ووتر او فيه صليد فيه حاجة صلبة تمام يبقى الفراكشن بس مش مربوط بين عجلة العجلة مع الطريق وشكرة لأ ممكن انت تكون بتعمل مع الير ممكن تكون بتعمل مع الووتر فتمام يعني زي ما بمختصر مفيد اقول لك ان هي فراكشن فورس واخدصنا ان هي قوة فراكشن فورس ما قالكش ولا ايرزيستنس ولا ووتر رزيستنس بس احب ينبهك ان ايه الفراكشن فورس دي ممكن تكون صليد ولكود ورجاز يعني مش شرط بس تكون من صليد تمام بقى وزيف بتحاول نهاية تقلل من السرعة يبقى وظيف الفراكشن فورس بتعمل بتبطأ السرعة بقول لك تعالى كده نشوف اكزامبل بيقول لك يعني انت وانت سائل العجلة كده وابدأ دوس على الفرامل بتاع العجلة لاحظ ايه هيحصل هتلاحظ العجلة دي هتبدأ تققف فجأة لا هتقف تقف دري جيا وحدة 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 لحد ما توقف ايه خالص هتلاحظ ان العجلة دي هتقف في وقت ايه قصير جدا السبب بيقول لك يعني بيقول ان العجلة 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 دي وهي بتحتك بالطريق موفوضا العجلة ما شايف في الاتجاه ده هتلاحظ ايه هتلاحظ ان الفراكشن ده في الاتجاه ده ليه حصل ده قالك بسبب ان انت بتحرك كده فالفراكشن ده عبار عن ايه البريكس دي بتاع عاملة ازاي قالك هي بتاع عاملة زي كده حاجات موجودة على ايه على طرفين العجلة لما بتدوس على البريكس بتلاقي الترافين دول مسكوا كده ايه في العجلة وبدأوا ايه ان هما يبطقوا من حركتها انت تخيل كده مثلا حد انت بتتحرك وجيت انا رحت ايه مسكاك هتلاقي ان سرعتك بدأت تبطق صح ولا لا يبقى فيه هنا زي زرارين هتلاقي هم يمسكوا اللي هي البريكس ايه زي الموجودة في الصورة دي هتلاقي ايه تمسك في كويتش العجلة فهتبدأ تبطق في سرعتها تدريجيا لحد ما توقف ايه خالص تمام يبقى نقولها تاني يعني بيقول ان الفراكشن فورس اللي هتحصل بين العجلة والطريق والارض او بين الانسان والهوى ده هيقدر يعمل ايه هعمل جنريت افورس اسمها الفراكشن فورس هيولد قوة اسمها ايه قوة الفراكشن فورس قوة الاحتكاك بتكون اجنس زي موشن يعني بيقول ان هي بتكون عكس تجاه الحركة علشان تقوم ها عايزة تقوم الحركة عايزة تمنع الحركة عايزة توقف الحركة تمام بيقول لك يعني بيقول لك انا بيجي استخدم العجلة وفجأة وقف اشد الفرامل بلاحظ ان العجلة بدأت تقف بالتدريج طب بايه السبب قال لك بسيط جدا يعني بيقول ايه يعني بيقول لفرامل بين عجلة العجلة وبين الطريق ده هيولد ايه هيعمل جنري الفرامل حيولد حاجة اسمها الفرامل ده هتكون عكس تجاه حركة العجلة وده اللي هيسبب ايه هيسبب ان العجلة تبدأ تقف في التدريج تمام يبقى الفرامل دي مهمة جدا ومفيدة جدا ان احنا بنقدر نوقف فيها الاشياء تخيل كده العجلة او تخيل العربية انها تنطلق وما تعرفش توقف يبقى العربية دي هتوقف بمصيبة العربية دي هتوقف لما تتكسر او تموت لجواها يبقى ما كانش هينفع ان احنا نعمل عربيات او عجل او اي حاجة طول ما مكان مفيش فراكشن يبقى الفراكشن ده مهم جدا بسبب ان احنا تلاقيها تلبس بقى اي اللي هي الصندر السوري ده والحاجات دي الحاجات دي دايما تلاقي الكعب بتاعها بيكون ناعم لكن لو بصت الكوش بتاعك وبركز فيه هتلاقيه بيكون خشن وبيكون فيه زجزاج كده وتحس ان هو بارز شوية طب هو ليه بارز قالك عشان يقدر يعمل فراكشن اكتر مع الارض لكن الناعم ده بيكون سهل ان انت تتزحل بيها على الارض ففعلا تلاقي مثلا ان البنات تروح القاعة القاعة بتكون الارض بتاعتها نعمة وهي لابسة السندر السوري ده بيكون نعم من النعل بتاعتها او الجزء بتاعتها اللي هي دايسها بيها على الارض فتلاقيها ايه خلت على ضهرة طب ليه قال لك بسبب ان هي بينها وبين الارض ما فيش فراكشن قوية صح ولا لا ده 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 لكن تلاقي ده 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 بقى الاغلب ايه لابست لك كوتش وراح الدماغ خالص طب ليه عملت كده ايه لاح سنقع ولا تزحل ولا حاجة طب ايه ضل سبتة على الارض ما تتزحلقش طب على الارض انت لما تبقى في التويلت مثلا والارض غرقانة بالمية تلاقي نفسك خدتها على ظهرك صح ولا لا ده بيحصل تلاقي نفسك تتزحلق كده طب ليه قالك ده بسبب برضو موجودة بتقلل وتخلي فيه زحلقة في الارض تمام وصلت كده يبقى حال فيه ليه اضرار يعني كل حاجة بيكون لها المميزات وليها العيوب المميزات للفراكشن ان هي بتقدر تخلينا نحافظ على سابتنا على الارض وبتساعدنا كمان ان نقدر ان احنا نوقف العربية لما عايزين نوقفها تخيل كما فيش فراكشن العربية مش هتعرف توقف وكمان مش هتعرف تحركها ليه انت مش عارف انها هتركبها عربية هتنزل بمصيبة هتنزل ميت هتركبها مش هتركبها صح ولا لا ليه مش هتعرف توقفها يا صفرامل دي معناها ايه ان كويتش العجل لما بتيجي تبص كويتش العجل ركز كده مش هتلاقي مش هتلاقي ناعم لا ومش هتلاقي مثلا زي كده الحرير لا هتلاقي خشن ويتلاقي عليه طبقة كده خشنة وتلاقيها فيها بروز كده طب ليه عشان تكون تقدر تعمل فركشن اكتر مع الارض صح تلاقي مثلا ايه كرس العجل عارف كرس العجل تلاقي العجلة بتاعته بتكون نعمة عشان كده تلاقيه هما يقولك ايه ده فيها فرامل يعني فيها فرامل فيها زي حاجات كده زراير تشدها تعمل زي كلبشات في الارض تمسك في الارض بس طبعا بردو مش بنفس القوة العجلة بتاعته العربية عجلة العربية هي متكون شمال سبعة ونعمل فيها فرامل لا دي بتكون خشنة وعشان نما نعمل الفرامل الفرامل دي بتعمل ايه بقى على النهية كأنها تمسك في الارض يعني ايه يعني انت عندك العجل كده بتاعته العربية المفروض ان انت تتجاه حرارتك كده فالعجلة تبدأ تشد في الارض او كينابة تحض في الارض كده فتبدأ الفرامل يكون بالاتجاه العكسي فيبدأ يبطأ السرعة تدريجيا حد ما يقف تمام احنا كلمنا كتير بس عشان ايه تبقى فاهم الجزء ده كويس جدا 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 دلوقتي عايزين ناخد ايه بقى هناخد للفرامل ايه بقى همية الفرامل يعني الفوائد للفرامل او يقول لك زي كل حاجة ليها مويزات وليها ايه اضرار احنا هناخد المويزات للفرامل وهنعرف في هذا الوقت يقول لك ايه بتحافظ على رجليك وانت ماشي على الارض ان انت ما تزحلقش سليبنج دي سليبنج يعني تزحلق او تزفت كده على ظهره تمام ايه كمان ايه 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 يعني كمان العربية وانها ما تتحركش بسرعة على الارض يقول لما بنستخدم ايه الفرامل صح ولا لا يعني تيجي العربية عايزة تقف تشد الفرامل تقف عادي جدا ما فيش اي مشكلة صح لكن لو مفقود منها الفرامل فخلاص كده العربية دي هتفضل تجري 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 لحد ما تخبط في حاجة ضخمة وساعتها الانسان اللي جوه ده ممكن بشكل كبير او يموت كمان بتساعد في طار العجلة انه هو يقدر انه هو يحصل بينه وبين الارض فيقدر انه يستارت موشن يقدر يبدأ الحركة وكمان يحصل انه العربية تقدر ايه توقف سبب ايه قلنا انه اللي هي العجلة دي بيكون فيها عليها طبقة كده خشنة بيقول عليها كورس ماتيريال او نقول عليها الراف ماتيريال بتقدر انها تعمل الفراقشة مع الارض وبتبدأ انها تساعد العربية في ايه وقت تعمل بريكس انها توقف العربية بتدريج نومبر يقولك يعني بقدر ساعات كمان الكابريت عشان اولعه لازم ببدأ احكه في العلبة بتاعت الكابريت صح ولا لا يبقى لعود الكابريت علشان يولا بجيب من طرف اليمين او طرف في الشمال الكابريت وابدأ احك في الكابريت وهو ولعه لكن لو جيت في اي طرف تاني املس في علبة الكابريت مش هيولع صح ولا لا لو حطته مثلا على ايدك كده وعدت تعمله كده مش هيولع ليه علشان هو عايز غف ماتيريال عايز حاجة خشنة علشان يقدر يحصل ويطلع النار النار دي نتجة من يعمله زي ايه يفرمله كتير او يفرمله بسرعة جدا يبقى مش بكوة بسرعة جدا ويعمل فبتلاحظ ان زي كده العجلة حصل عندها زي وميد زي نور النور ده نار نار طلعت من سبب الاحتكاج انت عندك بتبقى سععين بتعمل تفرق ايدك في بعضها كده صح ولا لا ده بسبب حرارة لو عملتها جامد وكتير قوي تحس كأن في لسعة كده بتحصل صح ولا لا طبعا ايدك بشي طنع نار بس قصدي ان الحرارة زادت قوي فبدأت تحسسك بايه بلسعة كده صح ولا لا جرب وبكتب لي في صح كلام دو ولا بيتحيق لي عندي هنا بقى يعني احنا قلنا مفيش حاجة يوصف بس لأ فيه كمان بيكون ليها اضرار طب ايه اضرار ها بقى قالك الفراكشن ده لما يحصل بين اجزاء الماشينز من جوة ده هيسبب مشاكل ازاي قالك يعني بيقول لما المكنة مثلا تبدأ تشتغل وتبدأ تسخن السخنية بسبب الفراكشن الاحتراك ده ده طاقة مفقودة طاقة مهضرة طاقة انا مش عايزها انا كنت الافضل ان هي تبقى طاقة ايه ميكانيكا الانجي ايه طاقة حركية صح ولا لا طاقة حركية صح لكن الهيت دي انا مش محتاجها فيه اجزاء فيه بعض الماشينز بتبقى بتحتكب بعضها زي مثلا الهيت تروس اللي انت شايفها قدامك دي دي بتحتكب بعض عشان تشتغل يبقى ها تبقى ايه تبقى فانا مش عايزها مش عايز الحرارة دي انا عايز الميكانيكا فهو قالك دي مشكلة مثلا كده ما نقدرش ان احنا نعدل فيها او نتخطها دي مشكلة كبيرة يعني ان الميكانيكا الانجي بسبب ايه بسبب الفراكشن فوس طب و ايه كمان قالك يعني بيقول ان الحرارة اللي بتطلع بين الفراكشن بين الاجزاء الميكانة ده بيسبب ايه بيسبب ارتفاع الحرارة بتاعت الميكانة والتلميكانة لما بترتفع درجة حرارتها ممكن تقصع على اداءها وممكن تخليها تبوز صح ولا لا يعني ممكن الفراكشن فوس يخليني على مدار وقت معين الجهاز ده او الماشين اللي عندها التروز دي انها ايه تفقدها وتبوز وتضطر اسفا انك تروح تشتري ماشين جديدة صح ولا لا يبقى الفراكشن فعلا وقع عليك بمشكلة كبيرة ان الاول ان عندك الميكانة دلوقتي الميكانة بوزت فانت مضطر انك تروح تجيب ايه واحدة بدلة تمام نومبا سري بيقولك طيب يعني بيقولك كمان ممكن تسبب تآكل زي ما قلتلك كده ويتسبب ان الميكانة دي تتضمر وتبوز وساعتها انت حتكون حاضط ايدك على خدك الميكانة بوزت صح ولا لا صح بالزبط تمام هاو تولامت زا فراكشان فوس زي تحد من قوة الاحتكار دي زي تقللها قالك بسيطة يا سيدي انك تعمل ايه لبريكاتينج اند اويلنج ميكانيكال ماشينز لبريكاتينج اند اويلنج ميكانيكال ماشينز يعني ايه يعني بيقولك يا سيدي حط لها شحم كده وزيتها عارفين كده فيه فيلم اللي هو عسل سود لما كان جاي من من اوروبا او من امريكا وما كان ما عندوش بقى اللي هو الاختلاط بين المصريين والحركات بتاعت المصريين فكان جاي يفتح بالمفتاح الشقة بتاعته فجرت وقالت له ايه هات المفتاح بتاعك هزيته لك عشان يشتغل ايه الفكرة من التزهيد دي هو لما هي ما عملت كده قللت الفراكشن بين الجسم المفتاح وبين الطابلة المفتاح الموجودة في الشقة فقدر انه يفتحها عادي جدا بقيت مرنى بقيت سلسة بقيت المفتاح جوه الطابلة يبقى احنا بنزيت الحاجة علشان تقدر انها تمشي وما يحصل فراكشن بينها وبين الحاجة اللي بتتحرك جنبها دي تمام يبقى بيحصل فراكشن احتكاك بين الاشياء عشان نقلله بنعمل ايه اويلينج بنزيت الحاجة دي يبقى ليه قلك توريديوز ذا فراكشن يعني ايه يعني بيقولك ان هنقل الفراكشن فرس اللي هيحصل بين اجزاء الماشين وكمان هنحافظ عليها ان احنا نحميها من التآكل انها متعدش تقصر في بعضها انت تخيل في حاجات صلبة عمالة تحك في بعضها بشكل عكسي فأكيد هتفضل تقصر في بعضها فأنا بحميها انها بتتقصر وكمان بطول في عمر الماشين دي انها تفضل عايش معايا وقت اطول ومتبص بسرعة وكمان يعني اقلل من الوقود اللي هو بيهضر ليه الوقود انا بعمل ايه المكنة دي وقود عشان تشتغل طب هي بتشتغل ايه ده مش بتطلع لانتاج ده عمالة حك ببعدها جوه يعني بيقول لي ان اطار العجلة بيكون متغطي بمادة خشنة او مادة او مادة خشنة رف ماتيريا تمام طب ليه قالك تمام يبقى بيقول ان سبب ان هو هيزود بين اطار العجلة العربية وبين الطريق فحيس عادة العربية على انها تعرف توقف وانها تعرف كمان تتحرك تمام انها تبدأ الحركة بتاعتها وانها تبدأ ايه توقف وقت ما تبقى عايزة تمام كده احنا خلصنا الجزء الاولاني من الليسن خلصنا اول جزء اللي هو بيتمثل في كده نكون خلصنا يعني اكتر من 3 تربع للليسن يو بيكون الفيديو سهل ومسيط عليكم لو احتاجتوا اي حاجة اكتبوا في كومنت او بعتوا على الواتساب وانا معاكم في اي وقت وبي باي باي اشتركوا في القناة